بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستكمل الفصل الخامس والعمليات العقلية المبتصلة بالتعامل تكلمنا عن الإحساس والانتباه والعومة المؤثرة في الانتباه ومشتتاته اليوم نتحدث عن النقطة الثالثة وهي الإدراك تعالوا نشوف يعني إدراك طبعا بعض الأشخاص ممكن يقول للزميل وإنت مدرك أنا بقولي فما معنى الإدراك الإدراك هو عملية عقلية من خلالها بأعطي معنى للمنبهات من حوله أسمع صوت عالي فيبدأ عملية الإحساس عن طريق الأزن ثم يأتي الانتباه أن نركز على هذا الصوت ثم تأتي إعطاء معنى أقول ده تقريبا صوت انفجار لكفرات سيارة هنا إعطاء معنى للمنبهات بعد عملية الإحساس والانتباه يطلق عليها الإدراك معايا معايا يا شباب نقطة دي مهمة جدا طبعا العلاقة بالانتباه والإدراك علاقة مهمة لا يمكن أن يحدث الإدراك إلا إذا حدث انتباه لأن الانتباه لابد أن يسبكه إحساس أي استخدام الحواس في رصد الظواهر ثم انتباه أي تركيز على هذه الظاهرة ثم تأتي عملية الإدراك إذن عملية الانتباه هي عملية سابقة لعملية الإدراك طيب تعالوا نشوف كيف يحدث الإدراك احنا ملكزين في المثال اللي لسه أنا شرحه الآن أن أنت سمعت صوت عالي عملية الإدراك بتبدأ بالإحساس الأول أكون داخل القاعة أسمع صوت عالي أو أسمع صوت الأستاذ هو بيشرح المادة فتبدأ عملية الإحساس عن طريق السمع اللي هو الأذن ثم عن طريق البصر اللي هو عن طريق العينين اللي هو الرؤية كل هذه الأشياء استخدام الحواس في رصد الأشياء بعد ما استخدمها إذا أعطيت اهتمام ركزت مع الأستاذ هو بيشرح يبقى أن انتبهت يبقى هحساس ثم انتباه طيب الإدراك الادراك إننا أعطي معنى أول والله إحنا بناخد مدة علم النفس التربو بناخد محاضرة الآن في علم النفس التربو إذن لا يمكن أن تعطي معنى أي تعطي دلالة لما تكون بدراسته إلا إذا سبق ذلك أحساس ثم انتباه طبعا الإحساس البصري بيتم عن طريق العين الإحساس الصوتي عن طريق الأذن والإحساس بالمواد الكيمياء عن طريق الشم اللي هو الأنف والإحساسات باللمسة عن طريق سطح اليد إذن هم ثلاث عمليات متصلين ببعض عملية الإحساس ثم الانتباه ثم الإدراك اللي هو إعطاء معنى للأشياء التي تم الانتباه إليها أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته